طبعا لا يخف عليكم أن محافظة كاركوك تشهد قلة في عدد الأسرة في عموم كاركوك لدينا أكثر من 1200 سرير في عموم محافظة كاركوك بالتالي هذا العدد لا يغطي الحاجة في ظل هذا الواقع الصحي المتردي في محافظة التأميم لا يزال الأهالي ينتظرون إنجاز مشروع المستشفى التركي مستشفى 496 سرير مستشفى تعليمي عشر طوابق بمهبط هليكوبتر بسكن لطباء كل وسائل الراحة للمريض وللكادر العامل بالمستشفى متوفرة هذا على الورق وفي الأحلام أما في الحقيقة فنسبة الإنجاز من المشروع لم تتجاوز 20% رغم مرور أكثر من عشر سنوات على وضع حجر أساسه المستشفى التركية متوقف صليق عشر سنوات أحد ما يستفسر أهالي كاركوك ليش متوقف شركة تركية انسحب وله أحد هسه ماكو بيه أي أعمال أي شيء أحد ما يشتغل بيه متروكة تلكء مشروع المستشفى عائد بالدرجة الأولى إلى الفساد والصراع بين الأطراف المتنفذة على الجوانب المالية الخاصة به ومؤكد حصل إهمال هذا الأمر وعدم حل هذه الإشكال هو يدخل ضمن صفقات الفساد والصفقات التي حصلت بين المصالح المتضاربة ممكن أن تكون هناك مصالح مشروع المستشفى التركي مثل غيره من مئات المشاريع المتلكئة بسبب الفساد الإداري والمالي وبالنهاية تكون مصلحة المواطن العراقي هي الضحية